السلام عليكم و سار خير يا أصدقاء عدروني زاوية تصويرها ما خدمتنا لأن الستاند اللي كان معاي ما أدري وين هو دورته اليوم العصر ما حامل على أساس نتكلم اليوم عن مسلسل وين بيس طيب الشركة المنتجة هي نتفليكس الداعمة الممولة الشركة الكبيرة لكن الشركة وهذا كثير من الناس يعني ما تكلموا عنها أو أغفلوا أو عرفوه لكن شافوه إنه شيء مهم لكن بالنسبة لي أنا مهم رح أتكلم عن مسلسل وين بيس الواقعي اللي انعرض الفترة اللي طافت واح ثلاثين ثمانة إذا من غلطان على شبكة نتفليكس رح نتكلم عن الشركة المنتجة راح نقول اسمها الآن إن شاء الله شوي بعدين راح نتكلم عن الشخصيات بعدين راح نتكلم عن قصة عن التوقعات عن الأشياء اللي في بالي شركة المنتجة اللي هي تمورو ستوديو تمورو ستوديو هي واضح من أعمالها إنها شركة حديثة يعني مسوينها يعني أنشئت سنة 2020-2021 وهذا واضح من أعمالها اللي طبعا هي شاركة اي تي في بعض الأعمال لكن من ضمن أعمالها أبرز أعمالها فيزيك فيزيائي سنة 2021 تايرد أولد توم هذا مسلسل أنيميشن أدولت للكبار بعد سنة 2021 سنو بيرسر قطار الحياة أو قاطع الثلج أو سمه ما شئت سنة 2020 لت ذا رايت ون إن سنة 2022 كابوي بيبوب كان أنيميشن في التسعينات وسووا عنه مسلسل واقعي وعرضوه سنة 2021 على نتفليكس احتلت برامجها على جوائز لكن هنا أنا أعطي سؤال وهذا هو السؤال المحوري اللي ممكن راح تعرفون من بعده وقبل لا أقول السؤال المحوري أنا ترمع الشاق نتفليكس أنا لست ضد نتفليكس وليست يعني على قرادتهم تابعت آخر حلقتين أو تابعت أول حلقة وفي المسلسل الواقع يترك ثلاثة أنا أحب لما تابع ولما أنوي أتكلم أنا طليت الفتر يطافلت لكثير من يوتيوب أخوان وكذا بإستقرام وسناب وكيفهم يعني أنا أخذت حذري كنت أنظر شوي عشان نجيب الموضوع من جوانب ما حد تطرها فلحد لما أنا أقول رايين المسلسل مثلا ما عجبني في نقطة فلاني هذا شكل ما تابع وانبيس شكل ما هو من عشاق أو لا أنا من عشاق وانبيس وتابعت الألف وخمسة وسبعين حلقة كاملة يعني ما قمت أطوف بعض الناس يقولوا طوف طوف الحلقات هذه خلنا نطوف البداية لمارين فورد والمعركة عشان ينقذ أخو أيس لنا ما عندي هالسؤال فأنا تابع حتى لو إنا فلر أو إنا ذكريات لا أتابع كله زين سؤال المحوري اللي هو هل شركة تمورو ستديو هي الأفضل أم الأرخص هذا هو سؤالي هل هي الأفضل وهذا واضح من أعمالها أنها ما هي الأفضل في شركات أقدم منها وأفضل منها لكن هل هي الأخص نص ونص زين هل لو شركة ثانية غير نتفليكس أو تمورو ستديو سوت المسلسل كان رح يكون أفضل زين يليق بوين بيس مثل الشركة اللي سوت غيم اوف ترون مثلا أو لاستوف أس رومن المسلسلين بالنسبة لي عليهم ملاحظات كثيرة كثيرة أنا ما ليشغل اي ام دي بي الجوائز اللي أخذها جوائز ايمي جوائز قرامي جوائز الأوسكار وهذه ما تعنيني أنا أشوف المسلسل في بعض الجوانب الحلوة أقول بعض الناس يا أخي شايف نفسك اي 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 شايف نفسك أنا في المسلسلات الأفنام ما حدي يقايش معي أنا حين صاري ولا الحمد أربعين سنة أتابع التلفزون زين من أيام قرامدايزر وسندباد وكلة أتابع كله برامج الوثافي برامج رياضية برامج كرتونية برامج الكبار ومسلسل البرامج اللي عرضت على تلفزون الكويت برامج الثاني فنا متابع من تلك الفترة واستمرت تسعينا ثمانينات زين إلى الآن زين بالنسبة للشركة تمورو استيديو أربع مخرجين عملوا على المسلسل اللي كان مكون من ثمان حلقات بواقع كل مخرج استلم حلقتين زين شوفوا التشتت طيب المؤلفين رايترز 11 مؤلف من ضمنهم اودا وهذا يعني يطرح تساؤل ان اودا معانا خلاص ان هذا اوكي مئة في المئة هذا وين بيس ما اننا شغله المؤلف معانا لا مو لان والله اعلم ان من ضمن بعض الاشياء الثانية مثل ما انتوا يعني قبروا المسلسل كان فيه مصدرين الوين بيس المصدر الاول اللي هو الانميشن المسلسل البداع سنة تسعة وتسعين وستمر الى الان المستوى الثاني او المصدر الثاني اللي هو المانغا الكوميك بوك الكتاب المصور اللي ناخذه هل كل الان انا شفت الانميشن كامل لكن شفت العدد ممكن الويكليش ما ادري والله شون اسمه هذا شون المجلة هذي الشهرية اللي تصدر في اليابان اللي يطلع مسلسلها ناروتو ما ناروتو وان بيس وديمون هنتر وغيرها 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 شون نجم شون نجم فيه اختلاف القصة بين المانغا الكتاب المصور وبين الانميشن هذا واضح للجميع طيب الان فيه مسلسل واقعي هل المسلسل واقع راح يختلف عنهم بناء على ما شفناه في الجزء الاول موسم الاول من ون بيس مسلسل واقعي فحنا امام ثلاث مصادر الان راح تصير ثلاث قصص متوازية امكن الاختلافات تكون يعني عشرة في المية خمسة في المية بين المانغا وبين الانميشن مسلسل الكرتوني المصور لكن بين الانميشن وبين المسلسل واقعي الاختلافات راح توصل الى ثلاثين في المية راح نتكلم عنها بعد شوية لما نتكلم عن قصة زين خلصنا من الجانب الاول اللي هو الشركة المنتجة ونتفليكس طيب نتكلم عن جانب مهم جميل جدا اللي هو الشخصيات انا الحين لما اجيب انا مسلسل وانا لا ما تكلم عن اي مسلسل انا اتكلم عن مسلسل اسطوري مسلسل انميشن اسطوري اصبح ظاهرة عالمية الملايين الملايين تتابعه وتنتظره في شهر كل شهرين يصدر المجلد هذا باللغة انجليزية فانا مية واثنين عندي موجود عندهم ارويكم مية بعد لكي تدرون ان انا يعني هذا اللي هو مية واثنين هذا العدد اللي اللي انتهى ب بι او باو زورو يقضي على كينغ annah المية وثلاثة المية وثلاثة المية وثلاثة الي الى الان عندي بعض الشركة التي نحطيها خديقة كينغ یبان م니응 من الشخص تروح كلها خلال كم ساعة تختفي خلال كم ساعة تختفي جيت أنا قلت يا ولد عادي أنطر بكرة أجر رحلتي يومين أبي العدد الجديد مئة ثلاثة قال أفناصر وكل الله يا على قلاتهم حتى لو تحجز ما عندنا حجز تعال واخذ النسخة بنفسك قلت أنا مسافر طيب عموما الشخصيات الشخصية المحورية اللي المفروض الشركة تتعب عليها فعلا لوفي وأنا ني عندي سؤال والسؤال هذا رح يجي على الشخصيات كلها سانجي زورو ميهوك نامي كوبي قارب أوسب شانكس وكلهم هل لوفي في المسلسل الواقعي يشبه لوفي في المسلسل الانيميشن أنا أبيكم أنتم تجابون أنا ما ليشغل بحركاته بتصرفاته أنا على الوجه الوجه هل يوجد تشابه ولو واحد في المية أنا أقول لا ومو شرط أنه يلبس وبعث قش وفني لحمره ويفتح الزرارة مني ومني أنه صار لوفي لا مو شرط أنت قاعد تعاملني يا نتفليكس يا تمورو ستوديو كأنني مغفل كأنني بهين زين لبسهم نفس الملابس وحطهم يلا هذا والله الشخصيات لوفي مو هذا لا احترام الشديد للجميع زين لأنه له مجنو وله خبر ما هو لوفي اللي يصكم ويطن اللقطة هذه المشهورة اللي طلعت ما شفنا يسويها بل أنه يحاول يضحك يحاول يصير هل أقنعتنا قومو قومو هل أنا ما أدري زين مستقبل العمل في الموسم القادم في الموسم الثاني وموسم الثالث لازم يقنعوننا زيادة بحركات قومو يتمطط والمطاط وقومو قومو وهذا كله إذا ما يقنعونا المسلس رح يفشل مع احترام الشديد لا أحد يقول لي منع الشاق ما خل العشاق خلق على جن إذا ما قنعتونا ما تعبتوا على تعابير وجه لوفي وخليتوا الشخصية تشوف المسلسل من بداية ويشوف حركاتي وغلد مشيته وكذا ويحاول يقنعنا ولو 80% أن هذا لو فيه المسلسل رح يفشل فشل ذريع وراح يسوي موسم موسمين بالكثير ثلاثة ها هذا رح يقنع الشخصية الثانية زورو هل هذا زورو أمكن خسره الضعيف وإيدينا الصغيرة وكذا هذا زورو لكن الوجه زورو ياباني لا زورو وشعره أخضر وخشم حاد غير على الملامح رغم أنه أجاد في بعض الفترات أنه زورو أنه ضيع وكذا وأنه على قلاتهم اللي في قلبي يقوله نفس لوفي يعني بعض الأحيان نامي يعني نوعا ما نوعا ما يعني هذه نامي خصوصا لما راح في قريتها وكان بكت وقام لوفي حط كبوسة عليها يعني تذكرنا الجسمة يعني نوعا ما أجادت في إقناعنا أن هذه نام مع المحافظة على موضوع ملابس راحت القرية غيرت ملابس لبست قميص أنا ما ما أدري شنو موضوعهم هذا يعني إذا لبس قميص وردي ولوفي لبس قميص زعفراني لا لا هذا مو ونبيس لا أنا ما راح أقول ونبيس أقنعني بأداء لا تقنعني بشكليات وملابس أنا أدري أنك تحاول لكنك لا تحاول في التفاصيل اللي اللي نقدر نقول عنها سخيفة حاول في التفاصيل الأكبر الأقوى حافظ على الأصالة المسلسل سانجي الطامة الكبرى سانجي سانجي صدره مدفوخ وطويل وما أنت جايبني يمثل عمره 35 منه 38 سنة يمثل دور ولد عمره 18 منه 17 سنة زين جيب واحد ضغيف خسره صغير نفس زوره عشان تقنعني زين وين حاجبة هذا اللي مدري ولا يمين مدري يسار أدري بعد قوله وين شكلك ومتابع شكلي نسيت والله نسيت ذكرت الحاجب اللي مني وين الحاجب اللي ملف ما أدري ما أدري موجود الطامة الكبرى كوبي أنا بوقف شوي عند كوبي وعذروني يعني لصراحتي صراحة اللي راح أصدنكم فيها كوبي طول شعاره شوي وحط له حمره وكحل راح يصير بنت أنا هذا تصوري لما أشوف الولد هذا وأنا دخلت على IMDB وشفت صور الولد الولد ما شاء الله مزيون بشكل خيالي صراحة ما تقول الناصر يفكر لا لا أنا مقعد أفكر مجرد ما أشوف الولد هذا كوبي هذا الشيء اللي يطرع على بارد يعني ممكن تلبسه بنت ويمشي بنت ممكن ولد لا ولد ما أدري لأن الولد جميل موسيم فاتن زين فاتن وهم صدقين يدشيوا على صورة اكتبوا اسمه الولد وكلهم طرموا مشهورين كل الموثرين اللي أدوا الأدوار لوفي وزوره وسانجي وكذا بعدها قارب قارب شفناه في عدة بعض المسلسلات بعض الأفلام لأنه فنان كبير وفنان زين فأنا ما أدري هل موضوع الشذول موضوع الدياثة موضوع البلاو السوداء وقوس قزع والألوان والشاذين زين هل يعني جبنا لكم واحد كيفكم عاد انت تتبونا بنت هو بنت تتبونا ولد هو أنا ما أدري هل أنا بروحي اللي في العالم اللي شاف كوبي أنه يعني لأن شكله غير عن كوبي كوبي شكله خبل جد معيونه وجهه مدور وزين شكله واحد خبل لكن الولد هذا يعني أنا ما نعارف ما أدري يعني أوسب وين خشم أوسب الطويل مالي جبت واحد أسمر أوكي أنا أوكي جبت واحد أسمر زين ما جبت العيد جبت واحد أبيض خشم ترى أوسب خشمة طويل يعني شايف أنه صعب أنه يخشم ويتحرك كيفك ما تقبلتنا أوسب تقبلتك أجبان خواف أوكي أوسب خواف في المسلسل الواقعي والأنيميشن أوكي زين بس وين خشمة زين طويل خشمة شوي مو ملازم خشمة يصير مني نفس أوسب يعني طويلة شوي خلي مني خلي خشمة مني زين خلي خشمة ولبيت مني يعني ها يعني خلي خشمة شاقول لكم ها ها يعني خلي خشمة الشيء نفس المسواق زين ما شفنا هذا الشيء ميهوك كان الأفضل أنك تخليه أكبر في العمر شوي أنت جبت واحد شباب يعني ممكن عمره بالثلاثينات خليه أكبر شوي أكبر شوي زين أوكي الجسم والشوارب وكذا شانكس ما تقبلت الممثل هذا بالذات في أدري بيقولونك يا أخي وطيح القلاسات ومسح الجسم وأنه خواف ما أغنى عني هذا شانكس صراح ما بلعت الممثل اللي أدى دور شانكس إن هذا شانكس ما بلعته ما نجي الحين حق أفضل واحد نجح إذا أنا إذا أنا نسيت أحد أو شي المهرج المهرج باجي ترى ما حط طلب منك يا باجي إنك تكون نسخة سخيفة وغبية من الجوكر زين؟ والله ما حط طلب منك يعني أنت تحاول تضحك وطير وقدينك تفتر ما أحد قال لك ترى أنت الجوكر أنت المهرج أنا أدري أن الجوكر في أساسه كان مهرج وفي سيرك ومعه وبعدين صار ضد باتمان أدري والله العظيم أدري بس أنت قاعد تقدم لنا يعني تحاول تسخف تضحك ما 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 ضحك ما يضحك على قولة أخواننا في قطر ما يضحك فعلا ما ما يضحك نجي حق أفضل واحد حبك دوره وخذ حيز كبير من الدور في حين أن الناس مركزة على لوفي يخلوا لوفي يروح يدش القلعة والبحرية اللي هو الأدميرال قارب الممثل يشبه تحط صورة قارب وتحط صورة الممثل نسخة هذا أنا يعني أوكي عشرة من عشرة مية في المية أوكي قارب قارب والأدميرال وكبس صعد مولا لداء يلبس قبعة الكلب يعني خلاص فهمنا أن هذا قارب مولا لداء تسخفها زيادة زين لابس قبعة الكلب تره هذا قارب والله العظيم درينا أنه قارب من أول ما طاله قارب زين هو كان أبدع فيه إذا أنا نسيت شخصيات أو شي قلولي نجي الحين حق القصة القصة نتابعت حلقتين ولا كان بعطيكم بأهريكم الملاحظات قلنا لا الملاحظات اللي من أول حلقتين في الأنميشن على قولاتهم المسلسل بدأ بلوفي لوفي وقاعد يشيل الماء ويكلم البجعة وسط الشسمة الأنميشن بدأ بنامي ترى الاختلاف قيل لكم أنا فيه ثلاث نسخ من المسلسل راح تكون زين نسخة الانميشن نسخة المصورة المانغا ونسخة المسلسل مشارط ترى المسلسل اللي منكم ون أخوكم حاط في باله أن مسلسل وين بيس الحقيقي راح يجاري المانغا أول فأنت في عالم الأحلام لأنه مستحيل متخيلين أنتم كايدوا ويصور تنين لا هذه يعني إذا ما دفعوا مبالغ على السي جي وكذا هذه بخليها في النقطة للتوقعات عارفين أنتم حطوا في بالكم في شخصيات راح تلغي ممكن ما نشوفها بالمرة أركات كاملة ممكن ما نشوفها بالمرة بعض الأحداث الجوهرية في المسلسل ممكن تنشال ما ترى ما نملزوم هنا أنا قاعد أسوي شي جديد نعم روح وصميم وين بيس موجودة ولكن عندنا إطار ثالث ممكن بعدين يصير وعلى قلقتهم ترى هذه بداية بعدين ترى ممكن سواء مع تمورو ستوديو أو مع غيرها مع نتفيكس أو غيرها يبتدي ترى مسلسل كامل حق زورو أنا التوقعاتي يبتدي مسلسل كامل حق سانجي يبتدي مسلسل كامل عين نامي قارب مايهوك وغيرهم لأن بعض الشخصيات تشك بوم مايهوك كبير مايهوك وصغير وشلون من أعلم يعلم بارزة مسايفة وهكذا اللحية اللحية السوداء أصولها وين بدايتها معاش آنكس أي أما كانوا في تحت جناح اللحية البيضاء علاقتهم مع بعض هذا من مسلسل ثاني أنا قاعد أكلمكم عن المستقبل زين شكل هذا الراح يصير ما احترام الشيء بعض الناس لا خلنا على وين بيس صارت من قبل صارت ووكينج ديد حدائش موسم حدائش موسم يا الله بالغصب بالغصب يلا خلنا نشوف وبعدين يقول لك لا شخصيتين راحوا لهم مسلسل بروح شخصيتين ما دري منه لهم موسم بروح اللي كان زوجها الصيني ومدري الياباني اللي ذبحها شسمها صارت معاه اللي ذبح زوجها لهم مسلسل بروح عرفتوا فلا تزعلوا إذا صار هذا الشيء وهذا الشيء شكله راح يصير والله أعلم شكله راح يصير البنت اللي جابت الأكل حق زوره في الحلقة الثانية جابت له وهو في مربط في الساحة حق القاعدة زين في حين إن المسلسل جابت الصحن الأكل للكرات اللحم حق زوره وهو في المطعم شوف الفرق فرق ترى لما أقدم لك في المطعم وقدم لك في الساحة أو أقدم لك برة أو أقدم لك داخل مطعم أو أقدم لك برة المطعم في الكراسي اللي برة المطعم أنا أنا غيرت أنا أدري إن ما غيرت في صميم وشيء رئيسي أدري إنه مو شيء رئيسي بس أنت غيرت غيرت ولا غيرت العميد مورغن كان يسوي في الحلقة الثانية تمثال وقعد يسوي هذي ترى خفايف ترى هذي خفايف أنا ما شفت كل حلقة أنا شفت حلقتين وطلعت هل ثلاث نقاط هذه. لو مكمل الحلقات كانوا على غلطهم حلقة بروحة. فيديو بروحة. مورغان كان يسوي تمثال له في الانيميشن في المسلسل. ما شفنا التمثال. ما شفنا التمثال. نقطة ثالثة. قبل الله أنسى. أنا ترى النقاط قاعد أفكر فيها. أنا سجلت النقاط هذه في ورق من فصلة. زورو كان يقاتل شركة الباروك أو البارود أو سمها ماشت. الله يرحم أيام سبيستون. شركة البارود هي باروك. وهو يضرب هذا المؤسسة الباروك من البارود. ما لمسه في بعض اللقطات لو تعيدها شوي شوي ما لمسه يعني. زين طلع هوى طلع طلع صوت طيرة بالهوى حق ما شف نفسها. نفس الشي مبارسة مع مع في البحرية لما فكها روف اللوفي من من الشسمة. يسك طيب وين الدم. أنت لا طلعت دم ولا طلعت رعد ولا طلعت نار ولا طلعت ضربة نارية ولا ضربة ثرابية ولا ضربة حائطية. ما ما طلعت شي. يعني يعني السيف الشكل يعني ما يضربني على راسي. لا يمر عند خشمي لأن يطايح وراي. لا يعني أنا ما أدري هل هم خايفين ياخي اكتب المسلسل الأدولت من الكبار. وطلعنا دم شوي شت. والصوت حتى الصوت هذا اللي نقول شت. ما سمعناه. ما. يعني كأن نحس بحماس في معارك زوره في الانميشن. في المسلسل الواقعي ما حسينا بأي حماس. ولما جات المعركة الأسطورية بين ميهوك وبين زوره. وتوقعنا إنه بيتغير شيء. نعم. أنا أدري طلع على خنجر صغير. وقام يضرب فيه. وطعنا. أدري. 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 أدري أدري. أدري؟ هذا في السياق المعركة اللي صارت. واحد أنت ما شوقتني حق المعركة. ما عطيتني أجوال المعركة اللي في الانميشن. ما عطيتني. أنا أدري بعض الناس الانميشن ما تقدر؟ طيب مدامي ما أقدر؟ ليش أسوي المسلسل وأنا ما أقدر؟ ليش ما أدفع فلوس يا نت فليكس يا تمورو ستوديو؟ أدفع فلوس. مرة ثالثة عشان ما أحد يزعل مني أدفع فلوس عشان يطلع المسلسل يليق بشيء اسمه. وان بيس طرح وان بيس مو تومو جيري طرح والله مو تومو جيري وان بيس طرح مو علبة حليب كددي مو علبة حليب كددي افتح العبوة واصب في الجسم وعدين تمر على جهاز ويلا خربان في صرصور في نملة انا ادري كددي كددي كاو وشركاتهم منتجاتهم حلوة انا ادري نعطي مثال قبلتو ما قبلتو يا الله هذا اللي عندنا لا يفعل مو كيف وانا متأكد وواثق من كلامي ان حتى ناس في اليابان اول ما طلع المسلسل انا ما تبعت مسلسل سنة 99 انا ما تبعت الا قبل خمس سنوات زين اللي تابعوا المسلسل من اول ما بدأ الان في ناس يابانيين في ناس انا ما ندري ان عندنا اللي بعدين زين زين عندهم ايضا بعض الملاحظات انا شفت انا ما يعنيني ايم دي بي صراحة زين وليس من قياس اللي جودت الفيلم انا بعض الناس الموسيقى حلوة الاطار الدرامي ويتفلسف عليك يسمع كلام انت ما ماذري شنو معناه مسلسل ناجح معنى كلامي هذا كله مو المسلسل فاشل جدا شفنا اشياء حلوة عشان بس ما اطول عليكم كم يستاهل مسلسل حسب تقييمي انا حسب اللي انا قلت المسلسل اكيد ما يستاهل ثمانية او ثمانية ونص مثل ما معطينا موقع ايم دي بي ولا سبعة ولا سبعة ونص ولا ستة ولا ستة ونص مسلسل يستحق خمسة هذا تقييمي الشخصي ارجموني العنوني كيفكم اشتموني هذا شيء راجع لكم انا وضحت لكم الاسباب وضحت لكم اللي ما عجبه كلامي او شيء يرجع للبداية واشوف المقطع هذا حقي من البداية الى النهاية وراح يعرف ليش انا اعطيت انا اتمنى كل التوفيق شركة نتفليكس اتمنى كل التوفيق شركة تمورو ان تبهرنا باشياء حلوة جميلة قادمة في ون بيس اتمنى نشوف اشياء حلوة في الموسم الثاني اتمنى انهم ما يستعجلون وهذه هي النقطة اتمنى انهم ما يستعجلون اقل شهر لا يقعدون شهرين ثلاثة دب يلا الموسم الثاني لا لا ما نبي انا ابي شيء ما تعوب عليه الاشياء اللي تكلمنا عنها هذي نبي يتم ملافاتها الاشياء الحلوة الجميلة اللي تكلمنا عنها وغير من النار تكلموا عنها نبي تزيد والتطور عشان يكون المسلسل يليق بشيء اسمه عالم وانبيس نشوفكم على الخير واسف على اي طالة واي ملاحظات اي ناقد او شيء انا راح بالجميع بس مع احترام الذات واحترام النفس ويعطيكم العافية والسلام عليكم هكذا دعوة لرجمة نانسي قنقص بزيارة